السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزة المتابعين اهلا وسلام لكم. اليوم في هذا الفيديو سنتحدث عن عشبة الخشخاش. تعرفوا على الاسماء دي لها. اذا عشبة الخشخاش لها اسماء كثيرة. تسمى ابو النوم. ابو النوم. وتسمى كذلك خشخاش بري. خشخاش بري. كين خشخاش اسود. لماذا سمي خشخاش الاسود? لان بودوره سوداء اللون. وكذلك يسمى جلجلان الحبشة. جلجلان الحبشة. ويسمى كذلك ابو قرعون. ابو قرعون. ابو قرعون. عصارته تسمى الافيون. عصارة الخشخاش تسمى الافيون. ويقال انها مخدرة. وله اسم اخر يسمى ميقون. ميقون. ولا اسم اخر تسمى بابلس. 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 بابلس يقصد به اه بذور الخشخاش. بذور الخشخاش تسمى بابلس. وبالدرجة المغربية فنبسة الخشخاش او عشبة الخشخاش فهي تسمى بالعمان. فهي تسمى بالعمان في المغرب. وفي الجزائر اه تسمى اه نبسة الخشخاش تسمى ابو قرعون. ابو قرعون. ابو قرعون. وبالفرنسية الخشخاش باللغة الفرنسية فهو يسمى اه بابو. يسمى ويت. 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 وبالانجليزية اه نبسة الخشخاش تسمى بالانجليزية بوبي. بوبي. بالانجليزية يسمى بوبي. واسم اخر بالانجليزية للنبسة الخشخاش تسمى اه اوبيوم بوبي. اوبيوم بوبي. ولها عدة منافع. وغضي نذكره فقط اه اتنان. اه فهي نبسة الخشخاش فهي تساعده في علاج الجهاز التنفسي. اه والضربة الارق والنوم. اه فهي مفيدة في هذا المشكلة ده. مشاكل جهاز التنفسي والضربة الارق والنوم. وكذلك فهي تساعد في علاج الالتهاب. الالتهابات والامسك. وتهيوجات الامعاء والمعيدة. وتعالج كذلك الحمى. اه اذا كانت هذه بعض المعلومات حولها عشبات الخشخاش. اذا كانت لديكم اي عشبار تريد ان تحدث او النبسة تريد ان تحدث عنها. فاكتبوا لنا اثمار في التعليق. وسوف اجيبكم في فيديو خاص ان شاء الله. اشكركم على المتابعة و الى اللقاء.